السلام عليكم مشاهدين الكرام واشفرسكم للجزائرية اللي ترضوها من الجمعية العامة للأمم المتحدة هذي رفضيحة الكابرانات دي الجزائر هذي عقروشة جزائرية سمتها نوريا حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات صفتها كابرانات فرنسا باش تدخل في الجمعية العامة الأمم المتحدة وهذه مسألة اللي قصنا نذكر فيها مزيان ونفهمها طبعا الجمعية العامة الأمم المتحدة تدخل فيها مجموعة من الفعاليات المشاهد المدنيين اللي تزيدوا يترحوه يعني يفيدوا الحضور بمجموعة من المعطيات والجزائر تسخر هذي الناس تدفعهم من هنا ومن هنا وكتوظف وحد الناس وكتوظف يعني تتحرك حتى خونت البلاد باش يضربوا المغرب فهد العقروشة حفصي اختات الكلمة وبدت تتطرف في المملكة المغربية وفي النظام الملكي وحنا كنعرفوا باللي في الوفد المغربي كان سبع عمر هيلال وما كانش شغل سبع عمر هيلال كان واحد اللي لابوء اسمتها مجدة لابوء اسمتها مجدة وهد الاسم نعقل عليه كتصد الكراغلة وجميع المرتزقة في الأم المتحدة اللي كتدخلوه وكتعطيهم الكاوية كتهرس لهم الفن مزيان فتصدت لها مجدة لعطيها الصحة وبينت لرئيس هذه الجساة بأنه هاد السيدة يعني كتمثل الجزائر النورمال مونت تتحدث على المشاكل اللي كيعانوا منها النساء الجزائريات أشدها المغرب وفي الأخير طلبات باش تطرد لأنه كانت قطعها بسف الحضراء ومكانش كتحتارم يعني الجلسة واللي حاضرين فيها ولا الدول اللي حاضرين فاضطرات الرئيسة فعلا أنها طلب الأمن أنهم يخرجوها من القاعة وفعلا خرجوها من القاعة مدلولة وانا قد نوريكم الآن تفرجوا وتسمعوا مزيان كيفاش مجدة استطعت تقنع وتوضح فضاعة الوجود تقنعوا من القاعة الجزائريات والتي ونشف Carrie الذي قلت solamente يزيل والقترباة تقنعوا من القاعة السحر وهو ذبح أكيد تقنعوا من أجل المؤمنين ومن خلق سنطرات يقوى منه أنه يق فقط لا يقضي ترجمة نانسي قنقر Madame la Présidente, on a ici un cas avéré de ceux qui perturbent les cessions de la quatrième commission. Ils sont là à la solde de ceux qui payent le plus, premièrement. Deuxièmement, l'Union Nationale des Femmes Algériennes aurait dû rester là où elle devait défendre les voix opprimées en Algérie, les voix des femmes qui sont dans les prisons là-bas, au lieu de s'attaquer aux femmes dans mon pays, à la monarchie de mon pays, au Royaume du Maroc. Donc, s'il vous plaît, Madame, je demande à ce que cette dame arrête parce que là, ça dépasse les bonnes. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour avoir mis un peu d'ordre dans la salle. Nous n'avons pas interrompu les déclarations des pétitionnaires qui ont parlé auparavant. Même si on sait très bien qu'il y a plusieurs allégations fallacieuses, plusieurs mensonges, plusieurs propos fallacieux. Madame la Présidente, cette dame n'a pas de place ici. Elle est en train d'interrompre une délégation souveraine dans cette auguste Assemblée. Alors, je demande la sécurité de la prendre. C'est déjà fait. Merci beaucoup. C'est une question pour que vous avez dit. Donc, c'est que vous voyez une charge qui est en train de passer par l'État. J'ai pris le padron de l'État sur l'État et sur l'État, la question de, en tant qu'il y a dans un storytelling, et nous avons pris une question des pétitions de l'État. Nous avons vu un ordinateur de l'État et sur l'État. Et une question de l'État υident, comme ça, c'est une question de la tarde, qu'il se déroule. Il s'est déroule sur l'ématrice et dans le pays, c'est que les témoires dans le pays, et dans le pays, les médias qui font sa dit aussi. فهذه السيدة معروفة بموالتها للنظام الجزائري وكذلك انبطأها أمام متنسقة البولزاري وأسبق لها زارت مخيمات تندوف لكتسمى الجمهورية السحراوية العربية وروجات للطروحة الانفصالية وطبعا هشكل بدعمين وسخاء من النظام الجزائري وهذا السيدة نقوله السيدة الناس كيحتجوا لها وكينتقدوها بزاف للجزائر وخاصة أنهم متهمة لأنها كتجي بالحسناوات للمسؤولين الجزائريين كي واحد برنامج ووجهها هذه المسألة فهذا السيدة كذلك ترعل حولها نقاش حول نوقفها من الحجاب في الجزائر بمعنى مثل هذه الناس يعني الفوتو وموجودين التو بكل شيء أي حاجة وكل شيء ممكن وسخرهم من نظام الجزائري طبعا الحمد لله المغرب ما ساكوتش مريبته هو كيدعم فعاليات من المجتمع المدني صحيحة وعندها قيمة وعندها مصداقية وكي يحضرهم في مثل هذه اللقاءات الأممية وبغيت هنا نسخ لكم المثال صيد عمدة مدينة الداخلة لي احضروا تكلم بوصفه رئيس أو عمدة مدينة الداخلة وحرمت وحرمت الله وتكلم وقال بأنه هو منتخب كمثل السكان ومنتخب بطريقة ديمقراطية ونزهة وكانت مشاركة في انتخابات بشكل مكتف وأنهم كمثل السكان ماشي بحل اللي معدهم مش نهائيا لم يستقيا ولا ولا وهذه مسألة مهمة لدائما كتكون أنا كنا نأكد عليها وهو أننا كنقول إلا كان هو كدروع الشعب الصحراوي ورامك إلا شعب الصحراوي لو الشعب الصحراوي كنك تكلم عليه يعني كيف أقالي من الجنوبية هذوك السكان في أقالي من الجنوبية هذوك هما السكان ديال الصحراء المغربية وهذوك يعني كيشاركوا في انتخابات وكيصوتوا على الممتلين ديالهم سواء في جماعة الترابية المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو في البرلمان في غرفتيه أما هذوك اللي كنين في مخيامة تندوف هذوك كن أولا المرتزقة الدكتاتوريين الإرهابيين واخدوا في الأول واحدة مجموعة من المواطنين مغاربة من الصحراء المغربية عنفا واخدواهم رهائن عندهم ومن بعد بدوا كيجيبوا ناس من الساحل من المنطقة وكيقولوا بأنه هذا هو شعب الصحروي ولكن سكان أقالي من الجنوبية هما لموجودين في أقالي من الجنوبية وهما لكي يعيشوا حياتهم هانية بخير وعلى خير ومن دامجين يعني في حياة السياسية المغربية بصفة عامة أو الاقتصادية والاجتماعية كسائل جميع المغربة سواء في الشرق أو في الشمال أو في الغرب أو في الجنوب الحمد لله لأنه المغربة والمغرب واعي بهد المناورات اللي كي قم بها النظام الجزائري وليكن نقول له نأكدوه دائما النموة الدوغر برد شكرا تمامكم والسلام عليكم وعليكم الله تعالى وبركاته المناورات المناورات وقام على المادة لديك المنزل من جديدة مالوية مداشرة قد ويوجود صعراها من المنزل من 42 مارك في كنت من جديدة مرة من ألصانين في متراتين لأنك في كل الانتجاب مع سنعول المتنزل من تلك البدرığın مداشرة التوم من المشكلة العمليا من المنزل من مرد رائع سعيد جديدة تدريحة مفرومة أيضاً افضل من شخصة النتوجودة في نفس المعنزل منك وضعت سهر في محاولة على أن المجتمع موراسة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر